في أجواء مليئة بالحماس والإثارة انطلقت بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشترانج 2020 في نادي الشارقة الثقافي للشترانج كما انطلقت في التوقيت نفسه بطولة التحدي والتي تهدف إلى تطوير التصنيف الدولي وزيادة الاحتكاك والخبرة للعبين المواطنين بطولة الشارقة ماستر في دولتها الخامسة بالتعاون مع مدس الشارقة الرياضي وتحت رعاية الاتحاد الدولي للشترانج طبعاً بطولة هذه عالمية ومصنفة عالمية ولها زخم علامي على الصعيد الدولي والصعيد الآسيوي وكذلك المحلي طبعاً بطولة تستخدم عدد كبير من اللعبين المصنفين حاملين ألقاب القرام ماستر وتقسم هذه البطولة التي تعود في نسختها الخامسة إلى تسع جولات تقاوم يومياً بمشاركة أصحاب الألقاب الدولية سواء الأساتذة الدوليون وأساتذة الاتحاد الدولي والجدير بالذكر أن جميع هذه الجولات يتم بثها عبر المواقع الإلكترونية لمحبي الشترانج والتي تمكنهم من متابعة حركات اللاعبين والتعلم والاستفادة من خبرتهم الطويلة في هذا المجال بطولة شهاد مصر دولية الخامسة من بطولات القوية في الدولة ومجميع اللاعبين أساتذة دوليين كبار والحكام طبعاً أغلبيتهم دوليين وبحكم منها بطولة دولية فعندنا حكام أيضاً من خارج دولة الإمارات حكام من دولة أزباكستان حكام من سوريا حكام من سرطان البطولة الحمد لله متميزة بلعيبتها بالحكام الحمد لله أبداً ما فيه خطاء ونحن كحكام الحمد لله سيطرنا على هذه البطولة ثمانون لاعباً ولاعبة يجتمعون تحت سقف واحد لتجتمع الخبرة وتشتد المنافسة ويتمكن اللاعبين الواعدين من احتكاك مع ذوي الخبرة للاستفادة منهم أهلاً بكم مشاهدينا من الجديد تفاصيل أكثر حول البطولتين نتعرف عليها من ضيفنا في الستيديو الأستاذ عمار نعمانة العلي مدير البطولة أهلاً وسهلاً بك أهلا وسهلاً بك بداية أستاذي نود الحديث عن هذه البطولة وتنظيمها طبعاً بطولة الشارقة ماسا الدورية للشترند في نسختها الخامسة تحظى برعاية كريمة وصاحبة السموش الشيخ الدكتور سلطان من حمد القاسمي والمجلس العلا حاكم الشارقة حفظ الله ورعاه يشارك طبعاً في البطولة هذه النسخة 140 لاعب ولاعب من 48 دولة فيهم 59 لاعب أستاذ دولي كبير المصنفين من أفضل 100 لاعب في العالم البطولة طبعاً تعتبر أقوى بطولة بفتوحة في العالم فيها طبعاً أبرز اللاعبين المشاركين من روسيا في الهدى أمير وفي فيتوسيف بطل العالم للشطرنجي السريح عبد السيد تاروه نودربيك بطلة العالم للشطرنجي السريح أيضاً من كاسخستان والأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبد الرحمن بطل آسيا وبطل العرب من الدول العربية أيضاً مشارك بطل عالم للشباب الأستاذ الدولي الكبير رحمد عدلي يعني ونخمة من مختلف الجنسيات من لاعبين أبطال القارات في دول العام ما أهمية إقامة هذه البطولة في مارط الشارقة؟ طبعاً البطولة يعني لها زحم هم يقلون إعلامي كبير جداً تابع البطولة طبعاً عدد كبير من المحبين والمتابعين سواء داخل دولة وخارجة السنة الماضية استقضمنا حواري 300 ألف مشاهد على وسائل تواصل اجتماعي غير طبعاً عندنا أيضاً استوديو تحليلي لتحليل المباريات ببث مباشر مع معلقين فيه طبعاً متابعة كبيرة ممكن الرقم الذي وصلناه لسنة الماضية 300 ألف هذه السنة بقوة البطولة أكثر وتنوع الجنسيات 48 دولة ممكن نوصل لأكثر من 900 ألف أو نوصل ممكن مليون مشاهد بإذن الله وجود اليوم 43 دولة مشاركة مثل ما ذكرت ممكن يزيد المشاهدات وأيضاً ممكن يضيف لنادي الشارقة نادي الشارقة للشطرانج ما هي الإضافة التي ممكن أن تكون يعني إيجابية للنادي طبعاً الإيجابية للنادي 48 دولة طبعاً مختلف الجنسيات مثل ما خبرتك اللاعبين أيضاً مشهورين في بلادهم طبعاً مشهورين خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومشهورين أيضاً في طائل الشطرانج من ضمن الألعاب التي تقدر تعتبر أنها هي ألعاب ممكن تلعبها ألكترونياً فبالتالي عندك عدد كبير من اللاعبين عندهم قنوات شطرانجية طبعاً ينزلون دائماً مقاطعاً بطولة الشطران تحليل مباريات أيضاً الأماكن أيضاً التي زاروها في إمارة الشطرانجية مركز الشارقة لعمل الفلك والفضاء المتاحف التي زاروها مراكز التسوق هذا الزخم العدد الموجود بالقيمة الموجودة إضافة إلى عدد الدول المتنوع بالتالي يعكس على نادي الشارقة الثقافي للشطرانجية وعلى الرياضة في إمارة الشارقة وأيضاً على إمارة الشارقة ودولة الإمارات هل تم ترشيح المشاركين من الدول الأخرى أم هناك مشاركات فردية؟ طبعاً البطولة مفتوحة فردية طبعاً الترشيح يكون عن طريق طلب اللاعب نفسه المشاركة في البطولة طبعاً كلجنة منظمة أعلننا عن البطولة أعلننا عنها موعدة من فترة طويلة وسجلناها في الاتحاد الدولي طبعاً هناك جواز وهناك طبعاً نظام معين البطولة طبعاً طبعاً بالسبب طبعاً أحد الأسوات طبعاً الجوائز الموجودة وإضافة إلى البنية التحتية الموجودة عندنا كنادي كأكبر نادي شطرانج في العالم من حيث المساحة بفضل طبعاً ودعم صاحب السمو الله يحفظه ويرعاه أيضاً البنية التحتية للدولة الفنادق موجودة يعني كل السبل المتاحة موجودة التوصيل من استضافة الوفود من المطارات مطار الشارقة مطار الدبي الدولي إلى الفندق فموفرين كل السبل المتاحة لنجاح هذه البطولة طبعاً لخدمة اللاعبين أيضاً جميل وأيضاً وجود أسماء كبيرة تشارك في هذه البطولة أيضاً تضيف لللاعب أنه شارك في هذه البطولة بوجود أبطال في عالم الشطرانج أكيد أكيد الإضافة طبعاً قوة البطولة والمنافسة الشديدة أن هذه البطولة جداً ترفع من مستوى اللاعب وترفع من تصنيفها الدولي التصنيف الدولي والألقاب الدولية شيء مهم جداً في عالم الشطران فبالتالي اللاعب في المراكز الأولى طبعاً يسعى للحصول على الجوائز الموجودة إضافة إلى رفع تصنيفها الدولي ليكون من أفضل نخبة مثلاً عشرين لاعب في العالم ثلاثين لاعب في العالم أفضل عشرة أفضل مئة لاعب كل واحد طموحهم مختلف أيضاً هناك مجموعة من اللاعبين اللي هم أو اللاعبات هم من تصنيف الفين واربعمائة نقطة بحاجة مثلاً إلى حصول على لقب دولي فالبطولة الشارقة تؤهلك أن تحصل لقب دولي إذا لعدت عدد مباريات معينة وديت أداء ممتاز في البطولة فهذا السبب يعني رئيسي من أسباب رئيسية للمشاركة الكبيرة أيضاً نعم ومن هي أبرز الدول التي تشارك ذكرت أن هناك أفضل من روسيا ومن أرمينيا طبعاً أبرز الدول طبعاً الهند طبعاً عندك روسيا أيضاً أرمينيا أسباكستان عندك كازاخستان بطلة العالم أيضاً من كازاخستان عندك كثير من الدول الأوروبية سويسرا فرنسا ألمانيا بريطانيا كثير من الدول المشاركة برأيك الشخصية هل هناك منافسة قوية يعني تنصح فيها متابعين والملمين برياضة الشطرنج أن يتابعون هذه اللابة أكيد المنافسة جداً قوية والدليل يعني ممكن جولة أمس الطولات الأولى ما في أي طولة فيها تعادل كلها فوز وخسارة ما في يعني ما في منافسة كبيرة ما في اتفاق على التعادل ما في أيضاً يعني المباراة يعني لين آخر لين آخر ثانية اللعب بصورة قوية جداً وبالتالي عدد المتابعين والمشاهدات تزيد عندك يعني بهذه الطريقة نعم جميل نهر أيضاً تفاوت في الأعمار أعمار المشاركين من اللاعبين ممكن يكون يعني اللاعب ذو عشر أعوام يشارك مثلاً لاعب كبير أيضاً حدثنا عن هذه هذه الميزة طبعاً في بعض الدول المتميزين بالنسبة للفاءات العمرية مثل الهند وأوسبكستان عندهم أعمار صغيرة مثل اللاعب الأوسبكي عمره حوالي عشر سنوات لكن تقييم الدولي ألفين وثلاثمية وتقريباً سبعين يهل أن يلعب في البطولة كان أمس في يعني قاب يعني قوسينا ودنا أنه يفوز على بطل عالم للشباب السادة الدولي الكبير أحمد عدلي فأيضاً مثلاً دولة الهند عندهم لاعب اسمه نهال سارين عمره حوالي ستعاشة سنة لكن يصنم من أفضل خمسين لاعب على العالم ففي مشاركة أيضاً مميزة أيضاً بالنسبة للأعمار الصغيرة بالنسبة لبطولة الماستر بطولة التحدي أيضاً يوجد عدد كبير من اللاعبين الصغار طبعاً من مختلف الدول من جورجيا من الإمارات من مصر ممكن هذه البطولة طبعاً الفايدة فيها أن نحاول نرفع المستوى الفني للاعبة الإمارات وبلغ خلص لعبة نادي الشارق باستقطاب مستويات يعني تكون أفضل من يعني مش بفارق كبير عن مستوى لاعبين نعم جميل ساد عم وسنة نتحدث عن بطولة التحدي لكن برأيك الشخصي كيف يمكن يعني اللاعب ذو عشر عوام أن يكون بهذا المستوى هل هناك تدريب مسبق أم سبحان الله يعني يخلق هذا البطل يعني بطل طبعاً هناك تدريب مسبق طبعاً أنا من الناس اللي مهم أن مش فقد الموهبة مش كفائك كثر العمل والتدريب المتواصل والمستمرارية في التدريب ولعب بطولات طبعاً السن يبدأ عندنا من سن أربع سنوات خمس سنوات ممكن حتى ثلاثة عوام ونص حسب مقدرة الطفل مع ذلك ثم تأتي التدريب تعليم القطع الاستمرارية في لعب المباريات البطولات المعسكرات بالتالي اللاعب يتأهل أنه ممكن إلى مسابقات دولية فممكن أيضاً نعم كيف تمتهيات يعني اللاعبين المشاركين قبل الخوض في هذه البطولة نتكلم ما نتكلم عن طلاب المبتدئين عفواً اللاعبين المبتدئين وإنما الذين سيشاركون في البطولة طبعاً قبلها قبلها بفترة بطولة الشارقة مصدر مثلاً بالنسبة لسالم عبد الرحمن كان عندنا طبعاً بمكرمة أيضاً من أصحاب السمو الشيوخ بميزانية خاصة لللاعب سالم عبد الرحمن مليون درهم على مدى سنتين جهزنا لمعسكرات خارجية بطولة مثلاً خارجية بطولة داخلية ودية باستقطاب مثلاً لاعبين مثل وصيف بطل عالم شيروف ممكن قابرييل سرقسيان مختلف الدول مختلف المدارس التدريبية أيضاً استقطمنا أيضاً لاعبين بطل العالم الهندي أنان بطل معروف ومدرب دولي استقلمنا لتدريب سالم عد الرحمن لفترة عشر ايام أيضاً استقطبنا بطل العالم من أوس باقستان قاسم جانوف رستم مدرب أيضاً كبير جداً كل هذه الأشياء تجهيز لبطولة الشارقة ماستر على أساس ينافس على المراكز الأولى ويزيد من تصنيف الدولي ويدخل الفكرة أنه يدخل التصنيف 2700 أفضل 30 لاعب في العالم وهذا يسعين فيها بالنسبة لباقي اللاعبين أيضاً في مدربين موجودين في النادي إضافة إلى تجهيز بمثلاً معسكر داخلي تدريب بطريقة معينة استقطاب أيضاً مدربين من خارج الدولة من فترة قبل شهر رمضان المبارك استقدم المدرب الكبير إيفان سوكلوف من هولندا لتدريب مجموعة من اللاعبين المميزين لتنويع طبعاً المدارس التدريبية فهذا بالنسبة للمحترفين سالم عبد الرحمن ونسبة للمراحل السنية نعم جميل وهذا يعني يدل على قوة النادي أيضاً جازات النادي كثيرة ممكن لو تذكرنا بعض بطولات النادي طبعاً النادي مثل ما قلتك النادي الأكبر في العالم من حيث المساحة يمتلك عديد من اللاعبين مثال سالم عبد الرحمن بطل آسيا للرجال بطل آسيا لجميع الفئات السنية بطل عرب لجميع الفئات السنية من فئة ثماثونات أخذها إلى العشرين لرجال يعني إضافة لبطل الشارجة مصر النسخة السابقة بطل مهرجان بيل الدولي تصنف من أقوى البطولات على مستوى العالم أيضاً بطل كاس رئيس الدولة أكثر من مناسب بطل الدوري عندنا اللاعب كان عبد الله حسن بطل العرب أيضاً فئة السنية أيضاً نادي الشارجة حصل على بطولة الأندية العربية أبطال الدوري كأقوى نادي عربي في العالم بفريق مكون من اللاعبين سالم عبد الرحمن وعمر نعمان أيضاً وعبد الله حسن الحمادي وجاسم عبد الرحمن الجيل الذهبي إضافة إلى اللاعبين الجيل الحالي لهم عبد الرحمن الطاهر أبطال العرب للفؤات السنية إضافة إلى أن النادي بحكم القوة التي عنده الدولية استضيف مقر الاتحاد العربي برئاسة رئيس النادي سادة شيخ سعود بن عبد العزيز المعلة استضافت أيضاً مقر الإقليمي للاتحاد الدولي أيضاً في إمارة الشارق وهذا يعطي ثقل وقوة لنادي الشارق وإمارة الشارق كعاصمة شطرنجية عالمية نعم جميل نرجع لبطولة التحدي أستاذ عمار ما الهدف من تنظيم مثل هذه البطولة طبعاً الهدف من تنظيم البطولة رافع مستوى اللاعبين الدولي من حيث استقطاب عدد معين من اللاعبين اللي هم أعلى عن مستوى اللاعبين وليس بفارق كبير مثل الماستر لكن بفارق مئة نقطة أو مئتين نقطة وبالتالي يحتكون اللاعبين النادي واللاعبين المتخب الوطني مع هؤلاء وبالتالي يرفعون تصانيفهم ومستواهم الدولي هذا الهدف الرئيسي حضرت الجولات السابقة في النادي وأكيد كانت هناك جولات حماسية ممكن لو تذكر لنا قصة أو جولة حماسية ما زالت في ذهنك طبعا الجولة السابقة التي فاس فيها سالم عبد الرحمن اللقطة الطريفة أن سالم عبد الرحمن يعني الله بارك لجأيات ابنية ما شاء الله الله يحفظه ويرعاه إن شاء الله يخليها ربا فلس إن شاء الله للوالدين طبعا كان في مبادرة من نادي الشارج في الشارج بتقديم أدية بسيطة للاعب سالم عبد الرحمن والكل كان متخوف أنه كان رايح لأبوظبي وراجع فهل هاي المباراة شو رح يصير فيها بيكون تعبان بيكون كذا يعني كل كان مثلا شوية متخوف لكن سبحان الله سالم بخبرته الكبيرة بتدريبة بأسرار صار عند الفرحة فرحتين فرحة لطيفة وفرحة الفوس بالمباراة حتى يعني كان قد موجود في التعليق المباشر نفس الشيء كان المعلغ يقول يعني الفرحة فرحتين بالنسبة له وإن شاء الله يكملها حاليا هو وضع في في الجولة هذه يعني قريب يكسم إن شاء الله ويتصدر للبطولة بإذن الله ناموس إن شاء الله بإذن الله للعب سالم رحمن أيضا ما ما هي البطولات التي ستنظم بعد بطولة التحدي وبطولة طبعا البطولات القادمة ممكن نادي الشارج كمقر الاتحاد العربي ممكن يستطيب بعض البطولات العربية كبطولة العرب للرجال أو للسيدات حاليا نادي الشارج سنويا عنده بطولتين رئيسيات هي بطولة الشارقة مصر وبطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع التي تحظى تحت برعاية كريمة من صاحب السمو فالفترة القادمة فيه طبعا رح يكون عندنا بطولات مغلقة لتطوير اللاعبين لرفع مستواهم الفني إضافة إلى المشاركة في بطول معسكرات خارجية تجهيزا للمشاركة لاعبين في أولمبياد العالم في الهند نعم كل الشكر لك أستاذ عمار العمانة العلي مدير البطولة على هذه المعلومات وإن شاء الله بالتوفيق لأبطالنا في هذه البطولة إن شاء الله العفو ومشكورين قناة الشارقة الرياضية ممثلين فيك وفي الجماعة في الإعداد شكرا جزيلا لكم معانا أنتم من أول يوم و لآخر يوم يعطيكم ألف حاجة الله يعفق مشكورين